أهلا بكم ضيوفي ألا كارم أبدأ معك دكتور سعيدة الصديقي كان متوقعا بذلك لكن هل هو دبلوماسي ناعم أم لا؟ سياسي ناعم؟ تقصد الانتصار؟ نعم طبعا هو انتصار من ناحية السياسي مهم جدا لأن أغلب التوقعات كانت تعطي لمكرون في حدود 60-62% 66 رغم هذه النسبة العالية من المقاطعين لكن تعد نتيجة مهمة يحق الآن للاتحاد الأوروبي والفرنسيين أن نتنفس السعادة خاصة بهذه النتيجة وأيضا بالنتيجة التي حصلت عليها لوبان الآن ينبغي أن ننتظر لأنه أحيانا تكون نسب مضللة نريد أن نعرف عدد المصوتين بالأرقام يعني بالملايين لنقارن نتيجة الدور الأول مع نتيجة الدور الثاني وأيضا مقارنة مع الانتخابات السابقة النسب الآن لا تعطينا صورة واضحة على تقدم هذا الطرف أو ذاك أعود إليك دكتور رئيس سعيد صديقي الآن هناك انتخابات ربما هي الأهم في القانون الفرنسي لانتخابات التشريعية خصوصا إذا اتحدثت لبين بأنها ستواجه ماكرون وستقوم بالضغط عليها أيضا لأن تحصل على هذه الانتخابات التشريعية ستحقق ذلك أم لا يعني الآن أنا أتصور أنه هي من أكبر الصعوبات التي سيواجه ماكرون في خلال الشهر القادم لأن تنظيمه السياسي لا زال في بدايته فلا تصور أنه يستطيع بسهولة أن يحصل على الأغلبية المريحة داخل خاصة الجمعية العامة مما سيضطر إلى تشكيل فسيفساء تحال فسيفسائي مع عناصر من وسط اليمين وأيضا وسط اليسار وبالتالي رئيس الوزير الأول مستقبلا الفرنسي قد لا يكون يعني من قريب من ماكرون إذن سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي الوضع الذي ستشكله الانتخابات التشريعية القادمة ستكبح ربما طموح ماكرون في هذه الجانبين الداخلي والخارجي لا نستطيع حتى الآن أن نرسم خارطة تقريبية حتى لو مبدئيا؟ مبدئيا حينما نرى أن الرجل أنشأ حركة حديثة نعم ولا أتصور أن له رموز في مختلف نواحي فرنسا يستطيعون أن يفوزوا أو حزب قوي أو حزب قوي عريق وبالتالي سيضطر إلى الالتجاء إلى دعم القطبين التقليديين وسط اليمين وسط اليساري يعني الاشتراكي وأيضا الجمهوري يعني هل تقصد بنا ربما سيكون هناك صفقات بين هذه الأحزاب وبين ماكرون سيقوم بالتالي بتشكيل أكبر فوسيفساء كما تفضلت بوصفية وليس بالضرورة فوسيفساء كبير جدا لكن على الأقل أن يعتمد على هذين القطبين التقليديين مما سيدفعه إلى عادة النظر في السياسة التي بشر بها خلال الحملة الانتخابية لكن في جميع الأحوال هنا نقطة عطاف كبيرة جدا في الحياة السياسية الفرنسية بفوز ماكرون سواء حصل الأغلبية داخل جمع العامة أو لم يحصل عليها فهذا التحول سيكون له ما بعده في الحياة الفرنسية دكتور محددنا هذه الفقرة وهذا الوقت للحديث عن هذه الانتخابات لأنه نحن في تقطية كنا وطرحنا كل هذه الأسئلة ما يهمنا الآن في تفاصيل وأن نتحدث انعكاسات الانتخابات على الشأن السوري هي ضربة لنظام الأسد لأن الحديث عن ماكرون هو ضد نظام بشار الأسد ضد الإرهاب وأيضا ضد وجود بشار الأسد في أي حل سياسي نتحدث عن انعكاسات هذه الانتخابات دكتور صديقي فيما يخص سوريا نجاح ماكرون سيكون بدون الشك برد وسلاما على المعارضة السورية لا سيما وقد عبر أكثر ما مرة عن عدم قبول إذا نجح في الانتخابات عدم قبوله التواصل مباشرة مع الأسد قال يمكن أن نتواصل مع الحكومة طبعا في مرحلة معينة لكن لا يمكن التواصل مع الأسد وأن الأسد ينبغي أن يحاكم أمام محكم الجنائية الدولية بسبب ارتكابه لجرائم الإنسانية وجرائم الحب إلى غير ذلك بالتالي موقفه في هذا المسألة واضح لا شك أنه يشكل دعما إضافيا للمعارضة وسوف يستقبل هذا الفوز من قبل النظام السوري بعدم الارتياح هذه مسألة مسألة ثانية لا ننتظر أن يحدث تغييرا كبيرا أو انقلابا في الدبلوماسية الفرنسية التجال ملف السوري فهو أشار بأنه يستبعد الخيار العسكري يميل إلى قرارات المتحدة الحل السلمي لإعادة اللاجئين إلى وطنهم يعني لا ننتظر أن يكون هناك نوع من التغيير الطفيف ولكن في ضمن الاستمرارية للدبلوماسية الفرنسية في ظل حكم أولند تريد بالمقابل ما هي قوة فرنسا السياسية في مجلس الأمن الحقيقية؟ يعني الآن يعني هل اعذرني فرنسا تابع الولايات المتحدة أم لا مستقلة؟ يعني حتى إذا لم نقل تابع لكنها ليست لها مبادرات انفرادية قوية يعني خلال السنوات الأخيرة لم نلاحظ بأن فرنسا قدمت مثلا شيء مهما أمام مجلس الأمن أو صوتت يعني اعترضت يوما ما ضد قضية معينة نتحدث فقط عن الملف السوري نتحدث عن مركز فرنسا في مجلس الأمن باعتبارها لها عضوية دائمة ولها الفيتو فرنسا تأثيرها تراجع بشكل كبير جدا الفاعلان الأساسيان في الملف السوري هم روسيا وأمريكا نعم على الأقل في مجلس الأمن أما فرنسا ففي جميع الأحوال هناك شيء من التوافق بين النظرة النظرة الأمريكية الحالية وأيضا نظرة الرئيس الفرنسي الحالي نعم فيمكن أن يحدث نوع من إنسجام لكن لا نتوقع أن يكون هذا الفوز دفع كبير لصالح الملف السوري لأن النفوذ الفرنسي كما قلت تراجع بشكل كبير جدا أوروبا كلها مما في ذلك الاتحاد الأوروبي لم يعود الآن فاعلا مؤثرا في السياسات الدولية بسبب الأزمات الاقتصادية التي يعانيها تراجع تأثيره في مناطق مختلفة الآن الروسيا لها حضور فعلي في الملف السوري كسبت مناطق نفوذ جديدة أيضا تأثيرها في شرق أوروبا يعني في أوكرانيا وأخذها لجزيرة القلم إلى غير ذلك فرغم هذا الموقف الذي نلاحظه موقف الرئيس الأمريكي العفوان الفرنسي الذي فاز بالانتخابات هذا المساء يعني نوع من التناقض مع التوجه العام للسياسة الخارجية الروسية لكن لا أتصور أنه سيحدث اختراقا في الملف السوري طيب دكتور سيد بالمقابل تشديد دائما ربما أصبحت شماعة وأصبح شعار الجميع مكافحة الإرهاب داخليا وخارجيا فرنسا ذاقت من ويلات الإرهاب لكن الآن ما من الممكن أن تقوم به الرئيس الفرنسي الجديد لمواجهة الإرهاب لكن لا يريد أن يواجه هذا الإرهاب عسكريا هذا هو من بين المفارقات حينما يعتبر بأن الهدف الأساسي في سوريا وأيضا العراق هو محاربة الإرهاب ثم يجعل من التدخل العسكري مسألة استثنائية وإعطاء أولوية للسبل السياسية ونعم السلمية وغير ذلك ونحن نعرف بأن من الذي خلق وأوجد هذا الإرهاب هو هذا الحدث هو النظام الأسد هو هذه الاضطراب الذي حدث بسبب الأسد وأيضا بسبب الاضطراب الذي حدث في العراق منذ اجتياحه من قبل الأمريكان إذن فمجرد الاعتماد على الحلول التي تتوجه إلى مظاهر الأزمة وليس إلى جذورها سوف لن يحل المشكلة من الأصل ربما سنعيش سنوات أو عقود مع محاربة هذه الظواهر ويظل المشكل قائما ما لم يحل من أساسه فكما قلت بأن عدم دعم الغرب للثوار من البداية هو الذي تسبب إلى حد كبير في ظاهرة الإرهاب وأيضا هذه العمليات التي ذاقوا مرارتها في فرنسا دكتور سعيد دكتور بسامت حدث عن نقطة جوهرية حتى الدور الاستخبارات لم يكون قوي فيما يخسر منك في سوريا الآن الرئيس الجديد وعد بأن يكون هناك خلية استخباراتية جديدة موصولة مع الرئاسة هل عندما يتحدث في هذا الحديث هو يعلم كل هذه التفاصيل الخارجية بأن هذه ربما ليست بالقوة المطلوبة ربما هناك آليات معينة لدعم سياساته الخارجية أم لا هو حينما يتحدث عن الموضوع ربطه بمحاربة الإرهاب يعني هذه الحرب العالمية على الإرهاب فأنا كما قلت سابقا أن سوف تمضي فرنسا والدول الغربية سنوات وعقود تحارب ظاهرة دون أن تتوجه مباشرة إلى مسبباتها هذا هو المفارقة السياسة الغربية في محاربة الإرهاب إذا أخذنا مثال سوريا فالمسألة واضحة جدا يعني إذا ظلت فقط توجه سهام حربها إلى داعش وأخواتها فمعناه أنه إذا قضت على داعش في هذه المنطقة سوف تظهر لك جماعات أخرى ما دام هناك دول فاشلة ما دام هناك ما يدعو إلى نشوء جماعات أخرى وإلى اتساع هذا الفكر نعم لكن هل هي قادرة بالفعل على مواجهة هذه الأزمات إن صح التعبير يعني لا يتثب فقط هي تصدد بأزمة يتثب إلى مبعد ذلك هل هي قادرة بذلك أن فقط هي قادرة على نقل معلومات استخباراتية لا أكثر من ذلك ولا أقل المشكلة بالنسبة لفرنسا أنها لا تستطيع أن تبادر وحدها حتى إن توفرت لديها المعلومات نحن نعرف بأن هذه التنظيمات مخترقة نعم كل العالم مخترقة ولدينا نماذج كثيرة جدا من مواطنين فرنسيين سواء من أصول فرنسية وغير فرنسية ذهبوا إلى غير ذلك فهذه الجماعة المخترقة هناك تعاون دولي استخباراتي مهم جدا فلا تنقصنا المعلومات فقط طبعا هذه المعلومات لا تزود بها لا يزود بها الثوار لكن متوفر لدى هذه الدول لا تنقصنا المعلومات تنقصنا الرؤية الشاملة لمحاربة هذه الظاهرة والتي لا ينبغي أن تركز فقط على محاربة هذه الجماعة وحدها بل محاربة التلبيئة التي أوجدتها لأنه إذا حاربنا هذه الجماعة وحدها غدا وبعدها تظهر لنا جماعة أخرى ما دامت المباريات ومسوّغات نائمة هناك نظام يمكن أن ينشئها يعني الآن أصبحت مسألة إرهاب يعني صناعة كل الدول الآن تتلاعب بها وهي قادرة على تحركها وأوراق تستخدمها طبعا كما قلت هناك اختراق لهذه وأحيانا لا نستطيع أن نفسر بعض الظواهر بعض الأحداث الإرهابية إلا بهذا الاختراق يعني من الصغر منطقيا أن نفسر بعض هذه الأحداث الإرهابية التي تقع حتى في أوروبا إلا باستحضار هذه اللعبة العالمية التي تستعمل إرهاب لإحراج هذه الدولة أو ضربها تلك ترجمة نانسي قنقر